في اجتماعه الأسبوعي أكد مجلس الوزراء سلامة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للاستثمار فيما يخص بيع الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من خمسين في المئات منها كما كلف هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهاز الفني لبرنامج تخصيص بإجراء دراسة فنية لدمج الجهات الحكومية المتشابهة الأغراض من جهة أخرى أعرب مجلس الوزراء عن خالص مواساته وتعازيه للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشعب المصري ولكافة الأسر من مختلف الجنسيات جراء تحطم طائرة مصرية الخميس الماضي